لا شك في أن قطاع الصحة الفلسطينية هو على شفير كارثة حقيقية في ظل استمرار أزمة انقطاع الطيال الكهربائي والتي يجري التهديد بمضاعفتها حيث سيقتصر التزويد إلى أربع ساعات وهذه الأربع ساعات طبعا مرات تأتي في الفجر في ساعات متأخرة من الليل وبالتالي المواطن لا يرى الكهرباء لأيام وبالتالي الأثر المباشر يقع على قطاع الصحة لأنه يهدد بتوقف عمل مستشفات في ظل نقص إمدادات السولار والمحروقات الأخرى التي تمكن الوزارة من الاستعادة عن الطيال الكهربائي عن الطيال الكهربائي بتشغيل مولداتها الخاصة نهيك عن نقص الأدوية وما إلى ذلك هذا بالإضافة إلى تأثر أوجه الخدمات كافة أوجه الحياة كافة هنا في قطاع غزة خدمات المياه الشرب الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية طبعا نحن كمؤسسات حقوق إنسان أدنا واستنكرنا بشكل دائم هذا الحصار الذي يخالف قوائل القانون الدولي الإنساني ويمثل جريمة عقاب جماعي يحاسب عليها القانون الدولي وطالبنا المجتمع الدولي عشرات المرات بالتحرك العاجل وفاء بالتزاماته القانونية لوقف هذه الجريمة المتواصلة وأنا أعتقد أن الظرف الراهن هو من أشد الأوقات خطورة في هذا الحصار الممتد منذ سبتمبر 2007 وإلى يوم الناس هذا على المجتمع الدولي أن يتحرك قبل أن يفقد الناس أو مئات من الأفراد حياتهم بسبب انقطاع التيال الكهربائي